أهالي قرية عابل في محافظة الطفيلة يشكون كغيرهم من سكان القرى النائية من نقص في الخدمات وترد البنى التحتية رغم مطالباتهم ومخاطبتهم الجهاد ذات العلاقة أكثر من مرة لتحسين واقع منطقتهم المزيد في التقرير التالي يشكو سكان قرية عابل الواقعة جنوب محافظة الطفيلة من نقص في الخدمات الأساسية وتهالك البنية التحتية فيها والتي لم تشهد أي تطور منذ عشرات سنوات على حد وصفهم قرية أسست من الأربعينات ولكن قرية مهمة من قبل الدولة كاملة ومن قبل الحكومة المحلية في الطفيلة ومن قبل الحكومة في عمان وذلك أولا أننا طرق زراعية متهالكة وهذا الشارع الذي هو أمامي الآن شارع متهالك ولم يقطعه من النص والمواطن اللي هانا يعني عمل هذه الساحة كلها على حسابه هذا بالنسبة يعني أنه بتفضل أنك تترك سيارتك وتمشي على جديك ولا تمشي في بعض شوارعنا الزراعية ويشكو المواطنون في القرية من ترد الطرق الزراعية حيث تنتشر التصدعات بشكل كبير وانهيار جوانبها بالإضافة إلى خطورة مدخل القرية وتسببه بحوادث مرورية قاتلة نتيجة خطأ في تصميم الشارع الرئيسي على حد قولهم ما يؤثر على حياة المواطنين وممتلكاتهم طرق الزراعية معدومة تماما غير موجودة والمقبرة غير مسورة المدارس الحمد لله موجودة ولكن بحاجة لتوسع أن فيها صورة مجمعة وكذلك خدمة الحفريات التي قاموا حفريات من أجل خدمة المحافظة لا تزال الحفريات خرمت الشوارع وجعلت هذه الشوارع أيضا ترابية وجعلتها أيضا تستقبل فصل الشتاء وهي غير قادرة على استيعاب المواصلات فيها رغم المطالبات العديدة بإيجاد حلول جذرية لمشاكلهم لا يزال أبناء قرية عابل بانتظار التفات الجهات المعنية لتحقيقها